اهلا مع شراء الاداب احيانا نقصروا في حق لكن المليح يبط تم مشروع نحتاجوه ويحتاجوه تحديدا تلملت الاداب احنا يظهر اللي يمشيوا على روسنا عليه على خطر في الحقيقة ساعات الدرس الكل تقريبا موجهة للدرس معناها للمرجعيات الفلسفية للأفكار الفلسفية وثم نقص فادح حاصل في مستوى المنهجي التفكير المنطقي والسليم هو انه نعوض ما كان ناقصا على الاقل من اجل ايجاد التوازن هذك عليش قلنا ايجا نفكر مع بعضنا كيفش النجمون فيه دو شعب الاداب كيفش النجمو انفيدو شعبة الاداب شعب الاداب وشعبة الاداب الحل هو هذا احنا في الحقيقة الي ينقصنا فعلا احنا في الحقيقة الي ينقصنا فعلا هو شون كيفش نخدم منهجي كيفش نتدرب عليه ثم حصص مش نقوموا عليها تباعا نقوموا بها تباعا والحصص هذه هي حصص تتعلق بما هو منهجي مش نجيو في بعض الدقائق يعني مش نعملو المنهجي في الفلسفة ولكن في دقائق كل مرة ناخذ صيغة مصيغة الممكنة نعنو نظريا على الاقل كيف يمكن الاشتغال عليه اذا درسنا اليوم سيتعلق بصيغة هل الحقيقة صيغة هل يوجد حول هل كثير من اللغو لكن الصيغة المتعارفة او على الاقل النظام المنهجي الاكثر تعارفا هو مش نحاوله نقوله عليه تو كيقول اكثر تعارفا مش معنى هذا رانيانا مش نجيب طريقة خاصة بي لا كيقول الصيغة الاكثر تعارفا المعيار هو شنو هو البارين اللي تعملو لجنة الاصلاح في البكالوري ولجنة الامتحان في البكالوري وتصادق عليه لجنة الاصلاح هذا المتعارف هذا الشائع او على الاقل هذا المعيار الحقيقي المش نميزو به بين صيغة يمكن قبولها في نظامها المنهج وبين صيغة نرفضوه مش نميزو نقعدوا نتحدثوا برشا على انا هي انهما الصيغات الاخرى اللي يجبنا نرفضوه لكن اللي يحبوا ينجم يتبعنا يحاول بعد ما احنا نقوم بهالدروس في المنهجية بعض الدروس والحقيقة هو قلنا من لورة وما هوش درس بالمعنى الاكاديمي للكلمة وانما هي عبارة على تصورات منهجية تساعد التلميذ على التعرف على المهارات التي يجبوا الالتزام بها والاشتغال عليه بش نبديه وقلنا اليوم بصيغة السؤال هل كيف يمكن الاشتغال على صيغة هل ثم ثلاثة مرح يمكن الاشتغال من خلالها على هذه الصيغة اولا هذه الصيغة مثل ما نشاهد سوريكرا تفيد الامكان هي صيغة تفيد الامكان وتفترض هذه الصيغة ضمنيا اكثر من موقف في مستوى الاشتغال عليه شو معناه معناها على الاقل مش نخدم زوز تصورات ولا زوز فراضيات تنطلق من صيغة هل تفترض انه ثم موقف ثم يتم تجاوزه نحو موقف ثاني الافضل انه تكون عندي اكثر من موقف على الاقل ثلاث اعلى الثلاث لانه كي ناخو وانا موقف واحد لسيغة هل نخدم على لحظة واحدة ناخو في الباك بين سبعة وتسحة كي ناخو لحظتين نخدم عليهم ناخو تقريبا بين عشرة و واحداش كي نخدم على ثلاثة فراضيات عمل ثلاثة مطالب ثلاثة مواقف ثلاثة لحظات منهجية يتراوح لعدد بين اثناش واربعتاش تقول لي به اي وبقيت لاربعتاش ما عنا من الاربعتاش للعشرين وين مشيه؟ الاربعتاش للعشرين يمشي ها هوا ما استخراج مسلمات ضمنية الاشتغال على التبعات الاشتغال على الرهين على الراهينية القدرة على الحجاج القدرة على توظيف وتطويع مرجعية فلسفية القدرة على التنظيم وغيرها من المهارات المنهجية الاخر ما لا صيغة هل تفيد الامكان؟ اذا كان كنا تفيد الامكان فمنطقيا توجد اكثر من امكاني وهذا يعني ضرورة اني على الاقل يلزم نشتغل على فرضيتين ولا على امكانيتين كيف يتم الاشتغال على هذه الفرضيات؟ لولا اول ما جيني صيغة هل نحاول نحدد الفرضيات ونحطهم قدام عليه لانه المشكلة في صيغة هل انه ينتبني شعور دي معنو صيغة هل هي اسهل صيغة ونبدأ نشتغل في اللحظة لولا لكن ما ننتبهش بعد ذلك الى انه هذه الصيغة بعد الاشتغال على الفرضية الاولى ولا على الموقف الاول نجد بلوكاج يعني لا يمكن المرور بعد ذلك علالي اني مزلت انا ما فكرتش في المواقف المختلفة الاخرى وبديت نشتغل ما لا الافضل كي جيني صيغة هل نحاول نستخرج ثلاثة لحظات ونسمي كل لحظة من هذه اللحظات لحظة الاولى نجاري فيها نص الموضوع وجاري فيها نص الموضوع فيما يعلنوا عنه ونحاول نقسمه مثل ما سنرى بعد ذلك اللحظة الثانية ثم نسميها ثم اللحظة الثالثة ونسميها ما لا في تصور ثاني ولا في ملاحظة ثانية يتم تعيين فرضيات فكرية ممكنة تنسجموا مع مطلب السؤال وتطور نظام التفكير فيه بما يتناسب معه والانتقاء والانطلاق من مجارات نص السؤال ومسايرته به ثم قاعدت قولنا ويعمل فيها الكثير من زملاء هو الآتي نبدأ بالموقف الأقل وجاهة الحقيقة صحيح النجم نبدأ بالموقف الأقل وجاهة لكن بمتابعة لجنة الامتحانات ولجنة الإصلاح في الغالب يحطوا الملاحظة المنهجية هذه النجم نبدأ بلحظة ما ثم بعد ذلك يحطوا للملاحظة أنه تقبل يقبل العمل الذي تم الاشتغال فيه على اللحظة التي يليه معناها إذا كان أنت قلبت في بقوة اللحظة الأول عملت اللحظة الثانية يعتبر هذا صحيح هو الأفضل أن يساير نص الموضوع ولا الأفضل أن ينعلن كما يقول الزملاء في ذلك على الاشتغال على الموقف الأقل وجاهة ولكن إذا كان ساعات قلبنا ما هيش قضية كبيرة باعتبار الموقف سيتم الاشتغال عليه بعد ذلك لا ضرر في ذلك في ملاحظة ثالثة يجب الاستناد أيضا إلى قلنا ثلاثة لحظات تحليلية في شكل مواقف فلسفية تبين عمق المشكل وإحراجاته ويراعى في بنائها التماسك الداخلي شو معنا التماسك الداخلي يعني ما نبدأش نجيب في أفكار ومرجعيات لا علاقة لها بالمطلوق لولا يلزمني نشتغل على ما يعلن عنه نص الموضوع الثانية يلزم تعميق البحث التحليلي في هذا الذي يعلن عنه نص الموضوع نحو اكتشاف إحراجاته ونحو بناء عمل المتماسك من الداخل كل موقف من هذه اللحظات يمثل فرضية فكرية وإجابة ممكنة يسلم المرأ بوجودها ويفترض شروط تحققها بما ينسجم مع منطلقاتها دون أن يغيب المشكلة الحقيقة في معنى أن ننطلق من فرضية تفكير فرضية التفكير هذه تتمثل في شكل إجابة ممكنة يقع التسليم بوجودها ويتم العمل على البرهنة عليها وعلى تنظيم أفكارها من الداخل دون أن نغيب المشكلة الحقيقة هذا كعليش في إطار الالتزام والتقييد بنص الموضوع يجب الانطلاق دائما من السؤال الذي يعلن عنه نص الموضوع ثم بعد ذلك يقع تفكيك إلى عناصر جزئية في ملاحظة رابعة قلنا أنه مش قسم العمل امتاعنا لثلاثة لحظات تحليلية في اللحظة التحليلية الأولى إذن يتم الاستناد إلى موقف فلسفي يقع الاشتغال عليه وتعميق تحليله والتفكير فيه في معنى أنه ناخذ اللحظة هذه قسمها العناصر تحليلية جزئية نظم العناصر التحليلية الجزئية هذه ثم بعد ذلك نشك كوه في هذا الموقف الذي وقع الاشتغال عليه نحو مراجعته ويتم الانتقال من خلال سؤال على الموقف الذي يليه الموقف الذي يليه يعتني بالاشتغال على اللحظة اللحظة التحليلية الثانية في لحظة تحليلية ثانية يتم الاشتغال مثل اللحظة التحليلية الأولى لكن مع موقف ثاني تتطلب تحليل الموقف إذن تعميق البحث فيه والتفكير فيه تقسيمه إلى عناصر تحليلية جزئية ثم بعد ذلك يتم تنظيم هذه الأفكار الجزئية ومراجعة الموقف نحو التشكيك فيه والعمل على تجاوزه بالسؤال عن الموقف الذي يليه نحو الانتقال مرة أخرى إلى اللحظة الموالية في لحظة ثالثة وآخيرة يتم الاشتغال على اللحظة التحليلية الثالثة وهي اللحظة الموالية هذه اللحظة يمكن الاشتغال وعليها بطريقتين مختلفتين يأما نعمل سياغة تأليفية للموقف الأول اللي خدمناه في اللحظة الأولى وللموقف الثاني الذي خدمناه في اللحظة الثانية أو يتم تجاوز الموقفين وبناء موقف ثالث مختلف عن اللحظة الأولى واللحظة الثانية السابقين السابقتين وإيجاد حل وبديل يكون من خلالها إمكانية التجاوز للموقف فاين الأول والموقف الثاني نعود في اللحظة الثالثة قدامي خيارين نختار واحد يأما نعمل صياغة تأليفية للموقف الأول وللموقف الثاني أؤلف بينهما أجمع بينهما أو فرضية أخرى نبني موقف ثالث الموقف الثالث هذا يجاوز اللحظة الأولى ويجاوز اللحظة الثانية ويجيب موقف ثالث في شكل حل بديل في شكل بديل يعوذ الموقفين الذين وقع الاشتغال وعليهما الموقف البديل هذا يجب أن يكون موقفا ثالثا مختلفا هذه الطريقة المثلة هي مقترح للاشتغال ناخذ فيها بعين الاعتبار بعض التغيرات التي تهم التي تهم الأفكار الموجودة في السؤال أو التي تهم طريقة طرح السؤال من الداخل بطريقة هذه إن كون أجبنا على السؤال هل على الأقل بطريقة نظري هذا ما كان منا وخبر الآخرين عننا نلتقي في حصة أخرى من المنهج في الفلسفة بكالوريا أدب مرحبا جميعا تابعونا مرحبا جميعا